السعودية إذن تستهدف الاندمام إلى مؤشرات الدين العالمية وتصريحات لافتة من رئيس هيئة السوق المالية السيد محمد القويس حول مستهدفات المملكة العربية السعودية بالنسبة لسوق الدين. بداية هذه أبرز الأرقام التي تم الحديث بها كان لدينا تضاعف لحجم سوق الدين من العام 2019 حتى العام 2024 من 400 مليار ريال ل 800 مليار ريال. المستهدفات حتى خلال الأعوام القادمة تتعلق أيضا بمضاعفة هذه الأرقام. مضاعفة 800 مليار ريال على مدار الخمس سنوات القادمة. ونسبة مشاركة الأجانب بالدين المحلي التي لا تزال ليست بالكبيرة هي أيضا مستهدفة. وذلك من خلال زيادة جاذبية هذا السوق بالنسبة للمستثمرين الأجانب. دعونا نلقي نظرة على بعض التوقعات الأخرى والمستهدفات الأخرى التي تستهدفها. المملكة العربية السعودية. هذه من أبرز التصريحات التي سمعناها. وبالنسبة للنسبة المستهدفة خلال الفترة القادمة. تحدث السيد محمد بأن حاليا حجم سوق الدين من الاقتصاد السعودي دون العشرين في المائة. بينما بالنسبة وبالمقارنة مع دول أخرى تشبه الاقتصاد السعودي. يجب أن تكون هذه النسبة على الأقل ثلاثين في المائة. وبالتالي هذا هو المستهدف بالنسبة لمشاركة سوق الدين في الاقتصاد السعودي. السعودية اليوم تستهدف الاندمام إلى مؤشرات الدين العالمية. لأن هذا سيساعدها في جذب المزيد من المستثمرين والسيولة الأجنبية إلى هذا السوق. الذي يعتبر محوري بالنسبة لرؤية المملكة الاقتصادية عشرين ثلاثين.